مشاهدين أخذكم إلى العراق حيث أثار فيلم وثائقي بثته شبكة MBC السعودية أثار ذلك موجة غضب عارمة وردود فعل غاضبة. بلغت حد اقتحام فرع القناة في بغداد وإدرام النار فيه احتجاجا على تصنيف رموز ما يعرف بالمقاومة في لبنان وغزة والعراق. تصنيفهم كإرهابيين إلى جانب قادة قادة داعش ربما والقاعدة. هذه الأحداث دفعت السلطات السعودية إلى فتح تحقيق حول ذلك التقرير المثير للجدل. التقرير المشاهدين يعتمد على صور من الإرشيف. لمدة 15 دقيقة. يتحدث في ذلك الفيديو علوانه طبعا ألفية الخلاص من الإرهابيين. ضمن برنامج MBC في أسبوع. حيث يوضح كيف تخلص العالم من هؤلاء الأشرار. تضمن التقرير أسماء قادة جماعات مسلحة مثل القاعدة وداعش بدءا من أسامة بن لادن والظواهر والزرقاوي وآخرين. بالإضافة إلى شخصيات من قيادة الحشد وحماس وحزب الله. مما يعرف بمحور المقاومة مثل أبو مهدي المهندس وصالح العروري وإسماعي الهنية وحسن نصر الله ويحيى السنوار. ينتهي التقرير بشكل ملفت إلى ضم يفغيني بريكوجين. وهو زعيم مجموعة فاغنر الروسية إلى تلك القائمة. السنوار الذي يصفه التقرير بأنه وجه جديد للإرهاب. وآخر من تخلص العالم منه. كما كتب على شاشة الخلفية لمقدمي البرنامج. عبارة السنوار أنقذته إسرائيل من الموت فحاربها. قام متظاهرون غاضبون. بعد نشر ذلك التقرير في العراق هذه المرة المتظاهرون. وصفوا بأنهم ينتمون إلى أو مقربون من فصائل عراقية مسلحة. مقربة من إيران بدورها. قاموا باقتحام مقر القناة في بغداد ليلة الجمعة. بسبب الغضب من حشر أسماء ما يعتبرونها حركات مقاومة. وخاصة نائب رئيس الحجر الشعبي أبو مهدي المهندس. وهنية والعروري والسنوار في قائمة قادة التنظيمات المصنفة ضمن قوائم الإرهاب. انتشر وسم على مواقع التواصل يدعو لمقاطعة شبكة MBC السعودية. أعلنت على ذلك هيئة الإعلام والاتصالات العراقية. السبت إلغاء رخصة عمل قناة MBC. وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية. نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة. وإيقاف قناة MBC عن العمل في العراق. وتضيف هيئة الإعلام والاتصالات العراقية. ونوجه الجهاز التنفيذية في هيئتنا إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة للقناة. أظهرت لاحقا لقطات مصورة مشاهدين في العراق. أظهرت عناصر من الأمن العراقي. وهي تضرب طوقا قرب مقر القناة في بغداد. على ما يبدو لحمايته. ومنع تكرار عمليات الاقتحام للأبنية أو لهذه البناية التي تقع فيها القناة. وكشف مصدر في الشرطة العراقية أن المتظاهرين الغاضبين وصلوا لمقر القناة قبل التمكن من إرسال التعزيزات من قوات حفظ النظام. مؤكدين أن المبنى قد احترق وتعرض لعملية تخريب كبيرة. ردود الأفعال على وسائل التواصل تفاعلت مع القصة وجاءت على هذا السياق. نظام المهداوي يقول قناة بلاد التوحيد قناة البلد الذي خرج منه رسول البشرية وعظم خلقه قناة الحرمان الشريفين قناة أم بي سي السعودية تصنف قائدا عربيا مسلما سنيا شهيدا ظل يقاتل عدوه دفاعا عن أرضه وبلده وأقصى حتى الرمق الأخير تصنفه كإرهابي قد تخلص العالم منه. أما هنا النائب العراقي مصطفى سند يكتب قناة أم بي سي إراك المدعومة حكوميا. الموضوع لا ينتهي بالتكسير أو الحرق. لا مكان لكم في العراق. وسيتم العمل على إلغاء رخصتكم. واسم العراق لا يتشرف بالعمل. أما هذه الهلالية فتكتب للأسف تنخرطون وراء الأكاذيب والأقوال التي لا صحة لها. المملكة كانت وما زالت أكبر دعم لإخواننا في غزة. الجزيرة هي من يجب مقاطعتها. نحن بلد مسلم أو بلد إسلام فوق رؤوس الكل. اللهم احفظ بلاد الحرمين واحفظ مليكنا وولي عهده. حساب باسم سامي سامي وانتو يقول السعودية لا تنتفت للجهلة ولا للقلوب المريضة لجميع أسقاع الأرض هم يحاربوننا بالمخدرات التحريض ولكن الله رد كيدهم في محورهم. كذلك مشاهدين أصدرت حركة حماس بيانا أدان التقرير ووصفه بالظلامي والتحريضي ضد الحركة وقادتها. واعتبرته تماهيا مع الدعاية الإسرائيلية التي تسعى لشيطانة المقاومة ورموزها. بحسب البيان الذي طالب إدارة القناة بالتراجع الفوري عن التقرير وحفه من منصاتها وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير الذي يسيء لإصحاب القناة والقائمين على إدارتها. على أثر ردود الفعل تلك الغاضبة أوقفت القناة السعودية عرض التقرير وحذف الفيديو من صفحة البرنامج الأسبوعي بعد نشره على كيسبوك وتووتر ويبدو أيضا أن حسابا قد تعطل أو الحساب قد تعطل أيضا على منصة أكس في حين ندد سعوديون بالاعتداء على مقر القناة بوصفه انتهاء فاضحا لحرية الإعلام والتعبير وبين اعتباره أو من اعتبره حركة مفتعلة بهدف إشغال الرأي العام عن القمع داخل العراق وبعدما تدخلت هيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي في السعودية ببيان أحالت فيه مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق دون تسمية القناة جاء في بيانها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تحيل مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية المملكة لاستكمال الإجراءات النظامية لهذه المخالفة ترجمة نانسي قنقر